طيب فيه قصة تانية أحمد مصطفى زيزو النهاردة فاز بجائزة أفضل لعب في المباراة ورفض استلام جائزة أفضل لعب في المباراة بسبب اعتراضه على الاختيارات اللي بتتم للاعب الجولة وعدم اختيار أي لعب من الزمالك خلال أول سبع جولت طيب تعالوا نمشوا واحدة واحدة بهدوء بدون عصبية بدون أهلي ولا زمالك ولا اسمائي ولا أي حاجة بهدوء تماما أولا كده لأ كنت أحب أن يزيزو ياخد جائزة أفضل لعب في المباراة جائزة أفضل لعب في المباراة اللي بيختارها بحسن مع علانة طبط الأندية تلاتة من محلل الأداء بيشوفوا لأ أكتر لعب عمل أرقام كويسة في المباراة وبيدولوا الجائزة يعني دي مش جائزة جمهدية تمام فهو يستحقها النهاردة بسجل الهدفين وعمل جول كمال لشكبال فأكيد هو يستحقها مش محتاجة محلل الأداء هو اللي هياخد خلاص أنا رأي أنه كان ياخد بس في نقطة مهمة رابط الأندية مشكورة حلوة أنها بتطور يعني بيبقى في جائزة اللاعب بعد كل المباراة في جائزة اللاعب الجولة بعد كل جولة ده حلو ده شيء حلو تحفيزي رائع جدا بس تحديداً بتاع لعب الجولة دي أنا مش مع فكرة أنها تبقى باخترار الناس على السوشيال ميديا بما أنها رابط الأندية يعني إيه يعني مثلاً لما الأهلي يطلع يقول لجماهيره اختاروا أفضل لاعب في الأهلي في الجولة دي أو في المباراة دي ده عادي ده السوشيال ميديا عادي الناس تختار أنا أشوفي السورة آه ميشوا معايا واحدة واحدة يا جماعة يعني سيبوني وخلص الكلماتين وبعد كده نخش على القصة دي دلوقتي أنت اخترت لاعب الجولة عشان بس راحت مني الكلمة الأهلي بيطلع في صفحيته الرسمية يقول يلا يا جميع الأهلي اختاروا أفضل لاعب في النادي الأهلي في الجولة دي فيختاروا بقى ديانج يختاروا أفشا يختاروا برونو سافيو يختاروا اللي يحبوه تمام؟ الزمالك يطلع يقول لجماهيره على صفحته والله يا جماعة عايزين أفضل لاعب في الزمالك في المباراة دي ايه يختاروا السين يختاروا صاد يختاروا زيزو أمام عشور الشيكبالة براحتك جمهور الزمالك لكن بما أني أنا رابطة الأندية ماينفعش أحط نفس المعايير اللي بتعملها الأندية بمعنى إيه؟ هشرح لك يعني رابطة الأندية لما أخش على السوشال ميديا وأقول للجماهير اختاروا أفضل لاعب في الجولة أنا مشجع للأهلي هختار مين؟ لعب الأهلي حتى لو مش هو كان أحسن واحد هختار لعب بتاعي أنا مشجع للزمالك هختار مين؟ مشجع لعب الزمالك وأنا مغمط كده يا عم بتاع الأهلي كان أحسن لا أنا مثلا أنا راجل إعلامي بسا هطلع أقول لك أنا حيادي أنا أختار اللعب بتاعي تمام؟ فحيبقى فيها ظلم كبير للكل مش كل مرة هتطلع بشكل مثالي يعني ممكن احنا كلها شايفين مثلا إيه إنه فلان اللي هو بيلعب في الاتحاد أو في الإسماعيل هو أفضل لاعب بس معاهات نم الأهلي والزمالك لازم موحب فيهم اللي هيكسب طب حقولها لك بشكل صريح أكتر شوية 2-3 السوشال ميديا جميل الأهلي على السوشال ميديا ممكن تبقى أكتر شوية من جميل الزمالك فهيختاروا دايما لعيبة النادي الأهلي فعش كده هتلاقي بطبيعة الحال لعيبة النادي الأهلي هي اللي بتكسب الجايزة كل جولة ولو لعيب من النادي الأهلي مش موجود زي آخر جولة اللي كان فيها منافسة بين أحمد الشيخ ويوسف أسامنة بيه فعشان جميل الأهلي هتخش تسوط لأحمد الشيخ فأحمد الشيخ اللي هيخدها مش يوسف أسامنة بيه وهنفضل ماشيين في اللغة والجدل ده طيب مشكورة رابط الأندية إنه عملت كده أنا مش بلومهم وبقول لهم أنتو إزاي ده غلط ومش عارفين لا بالعكس هم بيحاولوا بالعكس ليدوك جوائز بس أدين هتعلمنا بعد جام جولة إنها ما بتديناش نتيجة صحيحة 100% ما بتديناش نتيجة صحيحة 100% طب نعمل إيه نعمل إيه نعمل زي ما بيعملوا في إنجلترا وكل دوري في العالم رابط الأندية في إنجلترا بتعمل إيه هتونا بقى الصورة بتقيت رابط الأندية جايبين لجنة خبراء لجنة خبراء لجنة الخبراء دي من أساطير وأسماء كبيرة في إنجلترا ليها الجزء الأكبر في التصويت الناس بتوعكورة بقى ليهم الجزء الأكبر في التصويت وحطين 10% فقط للجماهية بص الأسماء دي اللجنة اللي بتختار الأفضل في كل شهر جايزة لعب الشهر في الدول الإنجليز بقى ومدرب الشهر على سبيل المثال للحصر يعني عشو مش أقول لك الأسماء كلها أنا أقول لك الأشهرهم يعني جيمي كارجر طبعا براون هتلاقي ريو فردناند هتلاقي رايان جيجز هتلاقي أنا بشوف لك الأسماء جالي نيفل الأسماء الأشهر يعني أين رايت أساطير ألان شيرر تمام أليكس كوت تمام فدي دي أبرز دي أبرز الأسماء اللي موجودة يعني أسماء لما تيجي تختار كمان لما تيجي تختار الأفضل هنبقى مصدقينهم هنقول آه ده الأسماء وأساطير حتى بقى لو فيهم أهلوية زي ما الكوايا من إسماعيلي من مصر بس هات لجنة هي اللي تختار الأفضل في الأسبوع في الجولة ومعاهم نسبة يعني في الدولة الإنجليزة حاطين 10% بتصويت الجماهير يعني صوت الجماهير ده 10% من الاختيارات ماشي سيبي الناس تشارك معاك بتلعب معاك بس أنت مش هدفك أكيد كرابط الأندية أنك تزاود الريتش على الصفحة بتاعتك ولا على تويتر فبتقول إيه أنا هسيبها مفتوح عشان الناس كلها طوات تصوت وتجيب أرقام كويس ده الأهلي صفحة الأهلي تفكر فيه ده صفحة الزماك تفكر فيه لكن المسك الأندية كلها مايفكرش بالطرقة دي أنا متأكد أنا متأكد إن في حسن نواية عن ضرابط الأندية ما كانتش في دماغهم إنها ممكن تروح للسكة دي بالعكس وما كانوا عايزين فعلاً يسيبوا الناس كلها هي اللي تختار وفي الآخر نقول دي جايزة اختتار الجميع بس ده أثبت أهو مش كلامي أثبت إنه مش صح فتعالي نعدلها مش عيب نعمل لجنة كده مش لازم يبقى فيها كل العدد ده نعمل لجنة إن شاء الله فيها ستة سبعة تمانية ونقول هما دول اللجنة اللي بتختار ومعاهم تصويت أو نسبة عشرة في المية من تصويت الجميع تتحط في المجموع النهائي للأرض سهلة وبسيط أهو ده اللي كنت ليس بقول لكم بصوا ما كاتبيني رابط الأندية عشي تقف برضو إنه هو بتصويت الجميع مش بتصويت حسب رابط الأندية بناء على ردودكم ما فيش حاجة يعني مفوط تبقى حتى يماشي بناء على ردودكم المنافسة من حصل بين هايزة السنائة سنقوم باختيار لعب الجولة السبعة من الدول المصري لموسم 2022 2023 حسب تصويتكم عبر منصتنا على مواقع التواصل الاجتماعي بالمناسبة أحمد الشيخ هو هدف الدوري لعب غزل المحلة يعني ممكن يبقى فير جدا إنه هو أخدها بالمناسبة يعني وإن كان يوسف 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 وإن أحمد الشيخ يستحق بس لما تيتخلي بقى تقول إيه في لجنة وتعلن أسماء اللجنة دي كمان زي ما معقولها في الدولة الإنجليزية تقول اللجنة دي هي اللي اختارت خلاص بقى انت يعني بص أنا مش هتكلم معك أنا ساعتها هنا بقى مش هتكلم معك خالص ولا يبقى عندي أي مشكلة معك طيب